طيب خليني أتجه معيك بقى من المنتخب الوطني للأندية وخليني أقولك أن الأهلي يمكن هيبقى بيرعب مستريح شوية وأورادي تتوك باللقب الدوري الثلاثة واربعين فشايفة إزاي المباراة هتبقى عاملة إزاي في ظل أن الأهلي شوية مستريح شوية كتير شوية كتير مستريح متوك باللقب الدوري وكل حاجة ولكن هذه المباراة هي التتويج الحيل لمسيرة مارسيل كولر هو تفوق في مباراة الذهاب ثلاثة الأشياء وكانت كهرباء أفتكر سجل ومحمد شريف سجل هدفين فأول مباراة كان يمكن يلعب فيها كهرباء مع بعض الإقاف حتى وكان بشكل كويس ظهر النادي الأهلي لكن جمهور النادي الأهلي ولذلك مارسيل كولر هو كان يلعب المباراة اللي فاتت علشان يريح فيما تبقى من الدوري بعد حسم لقب الدوري لكن عنده مباراة القمة بالنسبة لجمهور النادي الأهلي هي مباراة التتويج الحقيقي لأنها مباراة بطولة في حد ذاتها بشكل خاص فلا مباراة هتكون قوية جدا كبيرة جدا صحيح مش هيتسلم درع الدوري في هذه المباراة زي ما قيل في الأخبار هيتسلم في مباراة حرس الحدود لكن كمستوى فاني هتكون مباراة كبيرة جدا مباراة هيلعب فيها مارسيل كولر بتشكيلة أساسية ما فيهاش أي لعبة حتى يمكن قد يبدأ بمحمد مجدي أفشل لأن عمر السولية مصاب مش هيلعب في هذه المباراة من الغيابات مع محمود متولي لكن مروان عطية أليو ديانج في نص الملعب مش هيبقى فيه أي تغييرات من على الطرفين سواء محمد هاني أو علي معلول عبد المنعم في التشكيلة ياسر إبراهيم في التشكيلة الأساسين كلهم برستاء وكهرباء وحسين الشحات كلها بشكل جدي من أجل الفوز لأنه كمان عنده تحدي فكرة أنه إنهاء الموسم هو توق باللقب دون أن يخسر في أي مباراة لكن إنهاء الموسم بالفوز على الزمالك ذهابا وقيابا وكمان ألا يخسر في أي مباراة بالأربع موبرات المتبقية بعد مباراة الزمالك أعتقد إنه هيبقى إنجاز كبير قوي يحط مرسل كولر بعد الخمس القابل لأنجازهم خلال وجوده في وقت قلال جدا مع نادي الأهلي إنه كمان لأ أنا فوزت على الزمالك رايح جاي وكمان خدت الدوري بدون أي هزيمة بما فيها الفوز على الزمالك رايح جاي هتبقى بينك وسين مهمة قوي الجمهور النادي الأهلي